ألغت شركات طيران أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية تحسبا لعاصفة شديدة متوقعة في شرق البلاد يرافقها تساقط لثلوش وهبو رياح قوية وذكرت ميرانسات المختصة بتعقب حركات طيران أن نحو ثلاثة آلاف وأربعمائة رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة ألغيت السبت بعد إلغاية أكثر من ألف وخمسمائة رحلة الجمعة وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من ظروف صفر شبه مستحيلة في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي ونيو إنجلند